وابت قرى جبل أزاوية القسم الشرقي من جبل أزاوية وتحديدا قرية تشنان الفارغة تماما من سكانها بعض الضربات الجوية والصاروخية على هذه المنطقة طبعا قرية بينين وقرية تشنان في جبل أزاوية باتت على مقربة جدا من قوات النظام حيث قوات النظام لا تبعد عن هنا سوى تقريبا حوالي خمسة كيلومتر تقريبا تتعرض هذه المنطقة لقصف بيئة الراجمات بعد أن أصبحت قوات النظام على مقربة من هنا يستغل الأهالي وجود الأجواء الماطرة ووجود الضباب لأخذ أغراضهم من هذه القرى والبلدات خاصة قرى القسم الشرقي من جبل أزاوية التي باتت مؤخرا تتعرض لقصف عنيف بالطائرات الحربية الروسية والطائرات التابعة للنظام طبعا قوات النظام باتت في منطقة الارويح الجرادة ومنطقة الدانة على الأستراد الدولي حلب دمشق ولا يبعد من هنا الأستراد الدولي عن هذه القرى والبلدات كثيرا طبعا من الصعب جدا أحصى القرى والبلدات التي باتت فارغة تماما من سكانها حيث من منطقة المسطومة إلى مدينة كفرنبل هذه القرى والبلدات فارغة تماما من السكان جل الأهالي أصبحوا من مدينة إدلب وباتجاه الشمال طبعا هذه القرى والبلدات هنا في جبل أزاوية كانت تتعرض لقصف عنيف اليوم هناك هدوء نسبي طبعا على هذه الجبهات لأن قوات النظام تصاعد كثيرا اليوم بمناطق حول مدينة سراقب بالقرب من منطقة سرمين وبالقرب من منطقة قميناسة للشرق من مدينة إدلب انتقلت المعارك من هذه الجبهة إلى تلك هذه الجبهة تشهد هدوء نسبي نوعا ما بعد سيطرة قوات النظام على معارض النعمان ومنطقة كفر روما في ريف إدلب أحمد أمين تلفزيون سوريا ريف إدلب